السلام عليكم في هذا الفيديو سنشرح مثال على المبني للمجهول في زمن المضارع البسيط أولا ما هو المبني للمجهول؟ وحدث action لا تعلم من فاعله أو من المسؤول عنه أو قد تعلم لكن لا يهمك ذكره في الجملة فقط يهمك تأكيد الحدث نفسه على سبيل المثال في اللغة العربية هم التقطوا صور للقلعة ذكرنا الفاعل هم وهذا يسمى مبني للمعلوم لتكون الجملة في زمن المبني للمجهول فإننا نركز على الحدث نفسه فنقول التقطت صور للقلعة حيث لا يهم ذكر الضميرهم دعنا الآن نأخذ مثال في اللغة الإنجليزية يصاغ المبني للمجهول بمعرفة ثلاثة أمور أولا أن نبدأ بالنفعول به وليس الفاعل أن نبدأ بالنفعول به ونحدث الفاعل agent أو كما يسمى العامل أو إن شئنا أن نذكره فسيكون في نهاية الجملة مسبوق بby ثانيا أن نستخدم فعل الكينونة ببرب to be حسب زمن الجملة وعليك أن تنتبه تذكر أفعال بي الكينونة أو يكون تستخدم حسب الزمن المناسب لها ففي المضارع البسيط نستخدم am أو is أو are أما الماضي البسيط نستخدم was أو were أما للزمن التام سواء مضارع التام أو الماضي التام فنستخدم bin أما للمستقبل ومع الأفعال الشكلية نستخدم b ثالثا أن نجعل الفعل في تصريفه الثالث تذكر أن هناك أفعال منتظمة في تصريفه الثالث نضيف فقط ed وهناك أفعال غير منتظمة أو كما تسمى شادة مثل الفعل يأخذ take took taken حيث إن taken هي التصريف الثالث للفعل take دعنا نأخذ مثال تتكون الجملة الإنجليزية عادة من فعل subject مثل they فعل verb مثل take مفعول به object مثل pictures of the castle they take pictures of the castle لاحظ أن هذه الجملة هي مبنية للمعلوم active voice أي مبني للمعلوم لأننا ذكرنا في الجملة الفاعل وهو الضمير they كيف نحول الجملة السابقة إلى مبني للمجهول نبدأ بالمفعول به وهو الصور صور القلعة pictures of the castle نحبث الفاعل أو العامل وهو they حيث يسمى agent ثالثا نستخدم فعل be verb to be ثم نجعل الفعل في تصريفه الثالث وبما أن الجملة في زمن المضارع البسيط فسيكون فعل الكينون المناسب هو R لماذا ليس am أو is لأن R تعود على الصور مجموعة الصور ثم نجعل الفعل في تصريفه الثالث حيث التصريف الثالث من take هو taken من تهال الفيديو أمل أن تكونوا قد استفدتم للمزيد من الشرح المكتوب أرجو الإطلاع على صندوق الوصف وبالتوفيق للجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر